أستمعت لما قاله السيد الرئيس الوزراء ووجه رسالة أن الذين سبقوني ربما كانوا قد غلسوا أي غضوا الطرف عما تقومون به لكني سوف لن أغضى الطرف عما تقومون به وهذا تحدي واضح يصدر من الرئيس الوزراء لجهة لها ذراع مسلح في العراق القضية الثانية حقيقة الأمن الانتخابي نحن لدينا مشكلة حقيقة أن أكثر القوى الأمنية أفراد بمستويات مختلفة جاءوا بناء على تعيينات من قوى سياسية وبالتالي هذا ما يخشى منه أن تكون القوى السياسية تقود بالتجاهات التي تستفيد منها وإن كان حتى هذه اللحظة موضوع موعد الانتخابات ما زال متأرجحا هناك قلق وخشية من الكل من أن يكون هذا الموعد لهذا الكل الآن يتحرك بكل الانتجاهات وموضوع المال حقيقة لم يتغير شيء هم الذين سرقوا ونهبوا وهم الذين أفقروا الناس وهم الذين استحوذوا على المناصب للسرقة وليس لعملية البناء يعني نعرف أن سيد كاظم استلم الحكومة ميزانيتها أقل من 200 مليون دولار في حين كانت الموازنة في زمن سيد عدل عبد المهدي 45 مليار دولار بالتالي هؤلاء الذين استحوذوا على الملايين من ثروات الشعب أيضا يريدون أن يكون لهذا المال دور في الضحك على جوع الفقراء والمعروف أن أطراف المدن هي التي تشكل غالبية فهم أفقروا هذه الغالبية لأن لو انتعش وضعها الاقتصادي لكان قرارها مختلف فهناك إمعان وقصدية بتصوري وبمعلوماتي من القوى السياسية الحرس القديم لم يتيحوا لأي حكومة أن تقيب أي مشروع يحدث انتعاشة في أطراف المدن في كل محافظات العراق كي يبقوا هؤلاء أدوات لهم في عملية الانتخاب المؤشرات التي ترتكز عليها أستاذ فلاح أعتذر منك لكن المؤشرات التي ارتكزت عليها في تحليلك الأخير المتعلق بإفقار تلك البيئات نعم بالضبط هناك أفقار وقصدية أنا سمعتها من نائب عن أحدى المدن المكتظة بالسكان يقول إذا بنينا لهم وعمرنا لهم من سينتخبنا وهم يعلمون أن هذه القصة في نهاية المطاف زائلة على اعتبار أن المتغيرات المحيطة بالعراق سيكون لها تأثير مباشر هناك مصالح دول في العراق العراق فيه ميزات في السماء وفي الأرض ميزات الترانزيت الطائرات فقط ممكن أن يعيش على العراق نحن أقرب نقطة لربط الشرق بالغرب عدم موجود تحت الأرض وبالتالي هذا يسيل له لعاب الدول الكبرى بعد جائحة كورونا هناك فقر والخفاض في موارد دول كثيرة الآن هناك صراح خفي ربما لا تعلم به هذه القوة السياسية للدخول إلى الشرق الأوسط لما فيه من كميات غاز طرق المرور السكك الحديد العراق هو الأقراب الطيران هو الأقراب وبالتالي أنا تصور إذا لم تجري في موعدها إذا عبرت إلى الموعد الطبيعي لها وهو إكبال ما تبقى من حكومة عادل عبد المهدي أعتقد سيكون هناك متغير مهم لأن الاتفاقيات وراء الكواليس لدى القوى السياسية التي تريد أن تسيطر على ممرات الغاز والغاز سيكون لها حاجة أن تستقر هذه المناطق لأنها تريد أن تبدأ استثمار والاستثمار رئيس المال جبان لا يدخل في المناطق التي فيها اضطرابات وبالتالي أعتقد إذا بدأت هذه الدول تفكير جدية بمصالحها سيكون المتغير في الانتخابات المقبلة سيكون كبيرا جدا وليس بصالح هذه الأقر طبيعة ذلك المتغير هل لنا أن نقرأ طبيعة ذلك المتغير وهل الهدف إجراء الانتخابات في موعدها أو أن تجرى الانتخابات في ظروف ملائمة يعني أنا في تصوري التأرجح هذا فيه نوع من القلق من قبل بعض القوى السياسية متخوفة فلذلك يسعون الآن إلى خلق نوع من ردفع لدى الناخب العراقي كي لا تكون المشاركة كبيرة وبالتالي لديهم تنظيماتهم ويعرفون كيف يصرفون المال ويمسكون بملفات لهؤلاء المساكين سأعينكم في الدائرة الفلانية والدائرة الفلانية وهذه واحدة من أس الخراب الذي يتحمله هؤلاء الساسة طوال التاريخ وسيحاسبهم التاريخ كما حاسب من قبلهم ويعلمون أن تاريخ العراق بانقلاباته لا يبقي أثرا لأحد وما بنوه وما سرقوه سيكون هناك تحالف دولي وهذه معلومة لهم سيكون هناك تحالف دولي لإرجاع المال العراقي هذا التحالف الدولي هل هو الذي تعني بالمتغير في الانتخابات إذا ما أجريت تلك الانتخابات بظروفها الحالية أم تتحدث عن متغير آخر أستاذ فلح؟ المتغير الآن حتى دعيني أكشف الأوراق وأتحدث بشكل أوضح الآن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل سينتهي هذا الأمر سترفع العقوبات لكن هل أن رفع العقوبات ليس فيه اشتراطات؟ بريطانيا الآن دخلت على خط الشرق الأوسط هل ترضى بريطانيا أن تكون الأوضاع ممسوكة بيد دولة واحدة؟ أنا أعتقد هناك مفاوضات وراء الكواليس بين إيران ومع تركيا ومع دول الخليج بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في حلف كما روسيا والصين في حلف آخر والكبار دائما الصقور هم الذين يتون بالسلام وأعتقد الاتفاقات الجديدة لا تخدم لا إيران ولا تخدم تركيا لذلك أنا أعتقد أن إيران ستلجأ للخط الثاني أو الخط الثالث من وجوها الذي ربما يكون أكثر اعتدالا من السابق على اعتبار حتى إيران أيضا تريد أن تستثمر في العراق وتركيا تريد أن تستثمر في العراق أنا أعتقد المرحلة المقبلة بناء على هذه المفاوضات التي تجري وبعد اجتماع السبعة الكبار أعتقد قسم العالم بطريقة مختلفة وعلى هؤلاء الحرس القديم في العراق عليهم أن يتذكروا أن العراق هو تاريخه مملوء بفكرة بين مزنوجين السحل الإعلامي والباحث السياسي الأستاذ فلاح الذهبي شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا